بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يقول النظرية الطالس وفيتاغورس بيام 2015 إذن لننطلق على بركة الله قال الشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقية يعني هو مجرد يعني الشكل يعني يساعدنا فقط مساعد حيث قال A B C D رباع قطره متعامدان ومتقاطعان في النقطة O أهم القطر يا أبناء هذا القطر معناه وهذا القطر كيف هما هما متعامدان يعني يشكلني زاوية قائمة هذا هو الأمر كذلك ومتقاطعان في النقطة O عندنا كذلك الشيء الآخر الذي قال أعطيت لنا بعض الأطوال أعطي لنا O A 12 سنتيمتر يعني من هنا إلى هنا 12 وعطيت لنا O B من هنا إلى هنا وعطيت لنا 18 وعطي لنا من هنا إلى هنا O C وعطي لنا O D معناه كل الأبعاد هذه الأربعات قد أعطيت لنا السؤال الأول قال برهن أن المستقيمان A B و C D متوازين معناه أراد مننا يا أبني أن نبرهن أن هذا المستقيم وهذا المستقيم كيف هما متوازين إذن نقول البرهن أن أبي كمستقيم يوازي ماذا؟ يوازي C D هنا أكيد سوف نستعمل نظرية طالس لا جدالة في ذلك نقول نستعمل نظرية طالس حيث ماذا تقول نظرية طالس يا أبني؟ تقول أن هذا الطول O B على O D هذا نركزوا معي إذن نقول O B على O D يساوي ماذا؟ يساوي لنا O A O A على ماذا؟ على O C هذه نظرية طالس كما يمكن القلب يعني السغير تقول القاعدة إما الكبير على السغير يساوي الكبير على السغير أو ماذا؟ أو السغير على الكبير يساوي السغير على الكبير ويساوي أنه كذلك هذا على هذا لكن هذا إذا كان فيه شرط توازين الآن هنا النظرية العكسية كأنما O B على O D سوف نقوم بحساب أولاً O B على O D O B نحن نملكها وهي 18 على ماذا؟ على O D ها هي 7.5 لو نأتي الآن بالآلة الحسبة ونقوم بهذه العمل وهي 18 تقسيم سبعة ونصفة أعطت لنا إثنان فاصل أربعة إذن إثنان فاصل أربعة نأتي الآن إلى هذه العلاقة الثانية نحسب طولها نحسب النسبة ماذا تصبح لنا O A على O C يستطيع أن الأو آن نحن نملكه وهو إث مع عشر على O C وهو خمسة فتصبح لنا كذلك إثنان فاصل أربعة إذن بما أن هذه الأمر تحقق نقل ومنه ماذا يا ابني مباشرة ومنه نقول A B يوازي C D بكل بساطة فقط يعني الآن أمر عكسي لما نحسب هذه النسبية ونجدهم فنقول أن ماذا أن هذان المستقيمان كيف هما متوازين الآن بعدما أثبتنا على أنهم متوازين جاء السؤال الذي بعدها قال أحسب الطول A B إذن حساب الطول A B ما هو الطول A B هنا الذي يظهر هو المقصود B هو هذا لو نلاحظ جيدا أبنائي إلى هذا المثلث انظروا هذا المثلث كيف هو إنه مثلث قائم نقول بما أن المثلث A B O هذا المثلث هذا المثلث يا أبنائي قائم في O في النقطة O هاي النقطة O الذي قائم فيها فإن حسب نظرية في تغرص في تغرص ماذا يصبح يصبح لنا هذا مربع هو A B مربع A B مربع يساوي إذن طول مربع الوطر يساوي مجموع مربع الآخر يساوي A B O B مربع يساوي O A مربع زائد O B مربع معناها يصبح لنا A B مربع لما ننزع التربع يا أبنائي يصبح لنا هكذا ونجعل الجدر ويصبح لنا O A مربع زائد O B مربع يساوي نأتي هنا كذلك بالجدر O A عندنا ها هو لما نربع يعني 12 مربع هي 104 و 4 زائد O بمربع لهو 18 مربع 18 لما تربع يا أبنائي تعطينا 324 و منه O A B يساوي كم لما نقوم بالحساب هنا بالآلة الحسيبة ستعطينا 21.63 سنتيمتر هذا هو الطول إذن هذا هو 321.63 سنتيمتر بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي ها قد أنهينا هذا التمرين وفي الأخير نرجو منكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وزروا صفحة تنمية صفحة الفيسبوك للأستاذ نورد الدين كما يمكنكم زيارة منتدى الأستاذ نورد الدين لأن هناك الفيديوهات قد قمنا بتنظيمها وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة